السلام عليكم عاملين اي رب تكونوا بخير وحشتوني جدا يلا هاتوا معي ورقة وقلم والوان ويلا بدا نبدأ الفيديو مع بعض اول حاجة زي ما انتو شايفين هنعمل مع بعض رقم او نمبر تو وهنعمل جنبها تاني بالزبط نفس الرقم برضو يعني هنعمل نمبر تو مرتين بس رازقين في بعض هنسيب مسافة بسيطة وهنعمل برضو نمبر تو مرتين مش هنشبك من فوق بس هنشبكها من تحت خليكم معي خطوة بخطوة عشان تقدروا تنفذوها سهلة جدا وبسيطة وهتعجبكم اللي هيطلع في الاخر زي ما انتو شايفين عملنا نمبر تو مرتين نمبر تو مرتين وبعد كده هنعمل داي دايرة بس مش منتظمة او نص دايرة وهنعمل اللي هي الحاجب او رمش وحاجب فقيس غنم وهنعمل منقار بتاعها وهنا هنعمل نفس الشكل هنعمل نص دايرة كده تقريبا وهنعمل دايرة وجواها زي هلال ودايرة صغنانة اللي هو اللي بتبقى لحيطة البيضة اللي بتبقى في العين كده وهنعمل حاجب وهنسوي تبقى اللي في النص هنعمل رمش كده زغنانة تلات رمش هنعمل من تحت كده قص مقلوب لتحت يعني بص لتحت والمنقار بتاعها برضو هنا هنيجي بالحتة دي ونقفلها وهنعمل زي خطين هنا وخطين هنا هنعمل خط البرة وتحت وهنعمل اللي هو الجزع الجزع اللي بيقف عليه شكله حلو خالص هنبدأ نعمل من تحت اللي هو الديل او ال زي ما انتو شايفين شكله قص وبعد كده ثلاث مرات سهلة جدا يعني مش محتاجة اشرح شكلها خالص دلوقتي هبدأ اللون معاكم زي ما انتو شايفين بمسرعة تلوين بس عشان وقت الفيديو عشان ما اطولش عليكم انا هنا عملت بلون اصفر ممكن برضو تختار اي الوان تانية انتو عايزينها وعملت من قار بلون اورنج هنا برضو عملت كله بلون اورنج طبعا ممكن تعملو احمر ووف بينك اي لون انتو عايزينه الجزع عملتو بلون بني وده الشكل النهائي يا رب الفيديو كون اعجبكم تكون رسميتي بسيطة وسهلة لو اعجبتكم الرسمة يريد تعملولي لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يرسلكم كل جديد ويلا باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة